نحن نتحدث عن هذا الموضوع بشقيه موضوع انتشار هذه الظاهرة وموضوع المادة الموجودة ماذا نعرف عنها عبر الهاتف ينضم إلينا من جدة تنضم إلينا استشارية تغذية إيمان الأيوبي رئيسة قسم التغذية في جمعية تعزيز الصحة من بيروت ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف دكتور تايسير حمية مدير مختبر الأبحاث العلمية عميد كليا الزراعة في الجامعة اللبنانية سابقا مساء الخير أهلا بكم ما معي نبدأ بسيدة إيمان بالنسبة لانتشار هذه الظاهرة اليوم إلى أي درجة هي منتشرة ممكن أن نتحدث وكنسب وعن أي دول أكثر من غيرها بداية أحب أن أوضح نقطة هامة في هذا الموضوع أن استخدام هذه المبيدات وبشكل عشوائي أصبح تهديد يعني يشكل تهديد على صحة الإنسان لأنه تترك الأثر الضارة من جراء طبعا استخدامها لأنه طبعا صحة الإنسان أول شيء لازم نضعه في عين الأتبار أن نراعب سلبيات من هذه المبيدات والكيمويات وإشياء النتائج المرجوة من جراء استخدامها ضد المحاصيل أو الحيوانات اللي هي بتأهل مؤهلة لارتغذية الإنسان يعني أن استخدامها بأي نسبة بشكل طبعا تأثير تراكمي على صحة الإنسان وبسبب أضرار من أضرار يعني وخيمة زي فقدار الذاكرة شلل الجهاز التنفسي ضعف الجهاز المناعة الحساسية ارتفاع في ضغط الدم ثلث الأجهاز العصبي المركزي والإصابة بالسرطان وكمان انهيار طبعا زي ما اتفضلت من المادة اللي رشوع في هذه الأخبار هي وزائف الكبد والخلل الهرموني طبعا طبعا هذه المادة الفايفرونيل أيوة طبعا بتأدي لحدوث أضرار في الكبد والغدة الدرقية عند البشر إذا تقرضوا في كميات كافية طبعا لأن الدرر في المبيد اللي بيستخدموا للتخلص من الحشرات والميكروبات العالقة بالبيض أو الدجاج في هذه المزارع ترجمة نانسي قنقر